أكد السفير محمد مصطفى منذب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين أكد أن المسجد الأقصى سيظل عصيا على السيطرة من سلطات الاحتلال ومحاولاتها التقسيم الزمني والمكاني له وفي كلمته أمام مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندبين الدائمين قال السفير أن إسرائيل انتهكت حرمة المسجد الأقصى المبارك في تحدي لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن ما حدث يسير مشاعر غير المسلمين من أصحاب ديانات الأخرى فلم تكن فلسطين قضية العرب المركزية فحسب بل هي قضية ضمير الإنساني برمته